السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة. بالنسبة للحلقة اخواني اه في الاطار ديال المباراة اللي غادي تقام نهار اه اتناعش شهر الفين وثلاثة وعشرين الخاصة بمباراة مربي مراقب اه ذقور لادارة السجون. ده بالنسبة اخواني الهدل يعني الهدل المباراة هادي اه فايت حطيت فيديو حطيت في اللي هي اه يعني اللائحة النهائية ديال الناس اللي غادي يدوزوا الهدل المباراة هادي نهار اتناعش شهر جوش الفين وثلاثة وعشرين اللي بقيت قريبا شي اربع ايام اللي بقت لي. لانه هاد الحد سيكون هاد الكونكور هادا. من اللي شفتو الاسماء ديالكم وشفتو المراكز فين غا تدوزو كذلك الاستدعاء ديالكم اللي هي قد تكون لها تشكل هادا الرقم دي الاستدعاء والاسم والمعلومات كاملين. اه يعني اللي فالموقع من اللي ادخلت الموقع اللقيته انهم زادوا وحد يعني زادوا وحد الخدمة اخرى اللي هي ديال سحب الاستدعاء. قاعد الناس اللي لقوا الاسم ديالهم هنا يا فضل الاستهادي. اه يمكن لهم انهم يسحبوا الاستدعاء من الموقع الخاص بالمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج اللي هو هادا. هنا فين غادي تشبدو الاستدعاء ديالكم باش ترفقوها مع هاد الوثائق هادو اللي هي لا كارت ناسيونال. الى ما عندكمش لا كارت ناسيونال يمكن انكم ديوا جواز صفر او رخصة ديال السياقة. اذا اخواني هدي يوريكم الان كيفاش غادي اه يعني اه تأم بريمي ولا تشبدو هاد الاستدعاء هدي اللي غادي ترفقوها مع هاد الوثائق اللي غادي اديو معكم. وكذلك اخواني اه يكين ما هي بزاف ديال يعني المتابعات ديالي في قناة راكم على اه الناس اللي لقاوا الاسم ديالهم فهدوك لا لسه هدو اللي كانوا ادارو يعني اللأحة الولية لمترشحين مقبولين هادى اللايسة اللولانية بعد ما انهم ادرو اللأحة النهائية كانوا العامة الاسم noodles هناها فهدو ما كان هنا ولكن من اللي اه تم يعني نشر هاد اللأحة النهائية ما لقش الاسم دياله يعني عشن هو الحل غادي انكم اخواني الحل وهذه الفيديو سنشرح لكي تري yerde اشتغل قوليد ايكم تريد قولي اسم اغلبية التي يدخل هو زال في sonar و يقلب plague 1 من المركز في المدينة اها مشكل من المشكل اجنا لا تقلب بل اسم و لا تقلب بل اسم اقلم هو اقلبEl بالرقم بطاقة التعريف الوطنية هذا حل منه الحلول انتHA لم تعلم عنها شو واحد النمرة الوحيدة وهي عندك انت بوحدك انا ما كينش عن شي واحد اقول في شي مدينة اخرى. اذا اخوان يحاولوا انكم تقلبوا بالرقم ديال البطاقة الوطنية. هاد المشكلة ده راش حمل واحد وقع فيه. وكي يقلب تاعية كي يقلب في المدينة ملقاش كي يقلب في الاسم ملقاش. يعني كي يقلب تاعية ملقاش في المدينة وبدأ كي يقلب الاسم تلف يعني ما ما عارفش ما هيدير. اشنا والحل قلب بالبطاقة ديال التعريف الوطنية. وكيف غنور لكم الان واحد النموذج اه اللي غادي نشوفه الان اه نشوفه على السابه المثال، نشوفه هات الشخص هدا الي هو غايدوز في المركز الرباط. على السابة المثال هات الشخص هدا ونشوفه فين هو محطوط فاذ المكان هنا وهي كان في الرباط او لا في شي ملف بلاس اكثرسب عليًا Or moins مربع اخرى نشوفه مثلا هنا يا كيف تشوفه اخواني هات الشخص هدا الي هو هو حسان الفلاحة الي هو كين فلا لي سل chir فا حسان الفلاحة الي هو كين يلعب على المركزين الرباط. وضعه في القناة بحالة الشخصية، يقلب على اسم أو يدخل المركز لم يتجد في القناة يتضار ذلك على حتماسينه بحيث يدخل في القناة بنتوفيل وهنا لقاع عجوج. بحالة الشخص رايقلة بتاعي ما يلقع اذا اخواني احاولوا انكم تقلبوا بالرقم ديال البتاقة الوطنية. اذا الان غادي مشو نشوفوا اه الطريقة كيفاش غادي نسحبوا الاستدعاء ديالنا. اذا غادي ندخلوا هنا يا للتسجيل الالكتروني ديال المباراة. وغادي ندخلوا لهذا المكان اللي فيه الترشيح. وغادي مباشرة لسحب الاستدعاء. ما طريقة ندخل لها. هناك يعطينا هاد الواجهة هدي. اشنو غادي نديرو في هاد الواجهة اخواني نحط هنا اه البتاقة الوطنية ديالنا. اللي تسجلنا بها في في المباراة. ونحط هنا الرقم الهاتفي لتسجل به في الاستمارة. لغا الاستمارة اللي كان نعمرنا في اللول. هنا غا نحط المعلومات ديالنا اللي هما صححين. يعني البتاقة الوطنية والرقم الهاتفي. ونجيوا لهنا ونخطروا هاد مراقب مربي ضقور. اللي غادي ادوزو نهار 12 شهر 2013. نقدروا في حركة. ونجيوا لهنا هنا و ن البعض الثانية من بعض الأمم المسمى فيه كين اا قادير كين الرباط وكين وجدة. ما تنصب الناس اللي ينفي في اقادير غاد يدير اقادير. الناس اللي ينفي في الرباط غا يدير لرباط والناس اللي يدير في وجدة غا يدير وجدة. يعني انتم ما اختاروا في الملصة غاو ديوتو واشمن مرقز غاو ديوتو في هاد ال هذا للكون كوراه هاد. اذا نغضي عمرها المعلومات ونكملو طريقه ديالنا. اخواني بعدما عنا ضغطنا لدخول دخلنا الان لهاد ديلاً تغطو لها ت League Nice كتابي. الأفضل تضغطو لها لإعطينا للإجتياز الاختبار الكتابي. اذا هذا هو يعني هذه هي الاستدعاء ديالنا اللي غد نقوم بالطباعة ديالها يعني غد نقوم بالطباعة ديالها وغد نسحبها ولا غد ناخدها مع البعلومات ديالنا ومع الوتائق ديالنا. اذا هنا يا اشنو قال لنا هنا الاسم الكامل اللي هو هذا وهنا الرقم دي البطاقة التعريف الوطني ديالنا وهنا الرقم دي الاستدعاء اللي هو هذا الرقم دي الاستدعاء لي هو هذا دو و الرقم دين الاستدعاء هم هذا هاد Luiza اللي هدا اللي كيبال لكم لهذا اللي كيبال لكم اخواني هنا يا رقم الاستدعاء هو هذا وهنا المركز فين غادوزو والقاعة فين غادوزو والمركز ديالمباراة والتوقيت يعني هادو العلمات كاملين اللي هم مهمين. إذا هده الاستدعاء هاد? هادو ت LLC هذا قد اتخذها آآ يعني في نهار الامتحان جيبوا معاكم وكذلك مع هذه الإجراءات الواجبة التقييد بها الاحترام دي المسافة الأمان مع باقي المترشحين متر ونصف الالتزام بالتعقيم الأيدي قبل ولوج القاعاء وبعد الخروج يمنع دخول قاعة الاختبار على كل مترشحة لما يدلي ببطاقة التعريف الوطنية أو ببطاقة تثبيت الهوية يعني سواء كان غير إما جواز صفر أو الرخصة دي للصياقة يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي نوع من أنواع الأجهزة الذكية إلى مركز الممارة وكل مترشح ضبطت بحوزته هذه الأجهزة يطرد من القاعاء وتبق في حقه الإجراءات القانونية الجالبها العمل يمنع تبادل الحديث بين المترشحين خلال مدة الاختبار يمنع تبادل أو تداول الأدوات أو الأشياء بين المترشحين يجب الاستعمال قلم حيبرجاف أزرق غشاؤه شفافة يعني الناس اللي يدوم عن السلوات اللي هما ملونين بالحمر الخضر صفر لا نمقبولينش دمعك ستيلو بك أزرق اللي هو عنده ديك الزاجة شفافة يعني باش ما يكونش هناك أي مشكلة يجب إخبار اللجنة المنظمة بكل طريق صحي خلال فترة الإختبار وجود أعراض الحماء والعياء والقيم يعني هاد بالنسبة لأوقع لك شي مشكل ولم ما زل حسيت بالدخل وليش عجرة يمكن لك أنك تخبر اللجنة المنظمة ملحوظة يتعين عليك تتبع مختلف مراحل المباراة عبر الموقع الإلكتروني ديال المديوبية العامة اللي هو ديال المديوبية العامة لإدارة السجن وإعادة الإدماج إذن إخواني هذة هما المعلومات وهذه هذه الاستمارة أو لهذه الاستدعاء اللي غادي تاخد معاك نهار الامتحان وبالنسبة الاستدعاء أدخل على هات الشكل هذا الاستدعاء أدخل على هات الشكل الإخواني اللي غادي تقوم بالعني ديالها في المكتابة أو ليلة عندك في الدارة حاول أنك تأم بريمها وتشدها مع الوتائق ديالك لا كارت نسيونال إلا ما عندكش لا كارت نسيونال آآ يمكن لك أنك تدي معاك جواز الصفر ديالك ولا الرخصة ديال السياق إذن هذة هم المعلومات إخواني كنتمنى لكم التوفيق ما تنسوك تضغط على زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس بجت وسطلوب الجديد ديالنا اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة